منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى وإسرائيل تلوح بخيار عسكري كبير ضد غزة قرار تأخر كثيرا بالنظر إلى موازين القوى والتفوق العسكري بين إسرائيل وحماس الأمر الذي خلق حالة جدل واسعة بين المراقبين التي تراوح التكهوناتهم بين نفي وتريوث وقلق وحتى تردد لدى إسرائيل لكن ما حدث ليلة أمس في غزة كان نوعيا يكثف الاحتلال قصفه للمدينة بشكل غير مسبوق هو الأعلى منذ عقدين بحسب الجيش الإسرائيلي ثم تنقطع الاتصالات والكهرباء بشكل كامل عن القطاع ما أعطى مؤشرات نوعية لما يمكن أن يكون الاشتياح البريل القطاع فهل بدأت ساعة الصفر الإسرائيلية المزعومة لا أحد خارج القطاع يعرف ما جرى ليلة أمس على حدوده لكن الصباح كشف أن شيئا لم يتغير فآليات الاحتلال لم تتجاوز سوى بضعة أمتار داخل أراضي القطاع يعتم الجيش عما جرى ليلة أمس من باب بث الضبابية على خطته ولكي يبقى محتفظا بعنصر المفاجأة وذلك بحسب ما أفدت به وسائل إعلام إسرائيلية من بينها موقع والا ويدعوت أحرانوت أما وزير الدفاع الإسرائيلي فقد بدأ بالترويج لما حدث على أنه المرحلة الأولى من الحرب على غزة واشنطن البعيدة الحاضرة في غزة فرمادية الموقف الأمريكي الساعي في مجمله لتأجيل العملية فسرها كثيرون بين عدم ثقة إدارة الرئيس بايدن بالجاهزية العسكرية الإسرائيلية لهكذا عملية خطيرة وبين التريث لحين إحداث اختراق في ملف الرهائن وكذلك محاولة البيت الأبيض ضبط حدود الحرب من التوسع خارج غزة قد يكون استخدام إسرائيل لمصطلح توسيع العملية لما جرى أمس على حدود غزة قد يخفي خلفه فشلاً لتجربة اجتياعها البري المزعوم فهل ستستمع تل أبيب إلى نصائح واشنطن باستنساخ تجربة الموصل وكيف ستخرج إدارة نتنياهو من عنق زجاجة غزة تبقى الإجابات مرهونة بالميادين